نساء نرشبه وباناتكم اللي يتابعوني طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن مقتطف لفيديو أكبر من عنده رابط الفيديو راح تلاقو بأعلى يمين الشاشة الفيديو الأساسي إذا كان هذا الفيديو مع المعلومات اللي بيه ما كانت كافية بالنسبة لكم وتريدون تتوسعون أكثر بمعلومات مشابهة لهذا الفيديو فنقرر على الرابط فوق وراح تحصون على الفيديو الأساسي أو تلقوه أسفل بالdescription شوفوا الفيديو السونر الالترا ساوند الالترا ساوند طيب رحنا جيز نشرح ونفهم الالترا ساوند ان شاء الله بكل أبعاد رح نفهمهم طيب السونر اللي هي ملاحة او قياس المدى اوكي رينجين طيب دني نربطهم كلهم بالعربي شي صور معناها صراعا معروف ما قدر قطيهم تسمية بالعربي رح صراعا كيكا ولكن sound navigation and ranging الفكرة بالسونر هي عبارة عن طريقة بطريقة من خلق استخدم بيها الساوند اوكي حتى شنو حتى احدد مواقع الادسام اوكي الملاحة تستخدم بالملاحة الجوية بالملاحة البحرية والبرية تستخدم هذا السونار طبعا كنوب ذيج عن السونار اول ما استخدموا استخدموا الالمان آآ كانت اكو الانجليز حسب ما يذكر المهم اسو ما يهمنا من الهم هؤima wat day ا هو السفن كانت السفن العلمانية السفن اليابانية همامة اكت صراحة المهم السفن تطفى على سطح البحر وتمشي بالبحر واكو غواصات تحت سطح البحر موجودة ديب بالماء بقاع البحر وهم يستخدمون الساوند حتى يكشفون مكانها بالضبط يستخدمون الساوند حتى يكشفون مكانها بالضبط هذا كان اول استخدام للساوند والسبع شوية رح نعرف انواع الالتراساوند ونفهم يعني شنو يعني انواع المختلفة من خلالها تطيني قراءات مختلفة معلومات مختلفة وكل واحد الى استخدامه هيا كل الفكرة بالموضوع نجي هسا ان هو استخدام الالتراساوند حتى يطيني معلومات يكون لصورة مثلا يقيس للبعود هاي كل الفكرة بالالتراساوند طيب بلس مختلفة بلس معناه النبض نبضات نبضات اللي يطيها الالتراساوند عملات شنو معنات هذا الكلام. طبعا عني مؤشره. آآ لانه مهم. هذا اشوف مهم. طيب. بالنسبة لي. آآ آآ طيب هسا راح نفهم بهذا شون قصتنا بالالتراساند هذا هو عبارة عن الجهاز هذا ما شايفين هذا لي اكيد كنكم شايفين الالتراساند اوكي اللي راح للمستشوف شايف الالتراساند هذا الشي اللي صار مثل القمع وهي شي شكلة تقريبا اوكي هذا هنا هو يعني موجود به من ضمنه الي هو المنتج اوكي المنتج للموجات فوق السمعية. جهاز او دائرة كهربائية بعد شو راح نعرف شون تم انتاجها. دائرة كهربائية تنتج لي موجات فوق السمعية. هاي هذا معنات هو جهاز صغير ينتج لي هذا الشي. طيب. آآ بعد الفكرة احنا هذا الاصفر اللي انا مؤشره قاعد يقول لي شنو? احنا اسف حمنا انه الصوت من ينتقل من وسط الوسط تقل سرعته. تغير الطول الموجي تتغير سرعته. آآ هاي امور تتغير به. اوكي اللي هي الصوت السرعة. واني اه سوري يتغير الصوت. اه سوري تتغير السرعة سرعة الصوت ويتغير الطول الموجي. ترددي بقطابة طبعا. انا الان احنا استخدم جل جل خاص. اوكي. اه اخلي بين يصير بين يو اس اه اوكي والسكن والبشرة ليش? ما اريد يكون اكو هوا ما بين ذنين الاثنين. اللي هو اليو اس ترانديوسر والسكن. ما اريد يصير اكو هوا بين انتن. ليش? انه اذا نوجد هوا شي صغير راح ينتقل الصوت من يو اس ترانديوسر الى الهواء ومن ثم الى الاسكن. والهواء الفرق ما بين الزت بين الهواء والاسكن عالي. اوكي فراح اخسر الموجة. الموجة راح ترتد. اوكي راح يصير اكو وترجع جزء من الموجة. اوكي هاي طبعا فهمناها ما قاعد اشرح شي يعني اقصد يعني انه ما قاعد اه استخدم لا ولا شي لانا احنا فهمناها فوق. اللي هي هنا انا. اوكي? فبقى معناة انها انا اذا خليت اكو هوا فالانترفيس راح يكون ما بين هذا الترانس ديوسر اوكي والهواء. اوكي? واني ما اريد يكون الهواء بالنصف يعني الهواء الزت مونة قليلة والترانس ديوسر اه الزت مونة ترانس ديوسر اه كبيرة فحتى ما افقد حتى ما يصير بالموجة. اوكي? وافقد جزء من الموجة انا اريد الموجة كلها تدخل او اغلبها على الاقل يعني. طيب. فاستخدم الجل. لان الجل الزت مونة عاليه. اعلى من الهواء. فبالنهاية راح تنتقل يعني راح يكون اكو بالامبدنس. الامبدنس راح يصير لها مونة. انه راح تنتقل بسسهولة. طيب. الووتر او استخدم الوتر طبعا الوتر الزت مونة. تهموتين اعلى من الهواء. أوكي. وبالنهاية يعني راح يكون مونة بين الماء والاسكن اكثر من الهواء والاسكن. طيب بالزت يعني. افترض انها وهذا مفهوم جدا. طيب يعني العائدة الصدى هنا اه معناته الصدى. اه ما اعرف اذا لوضي صح ولا لا. بس ممكن اروح للقوغل ويلفظها. واعتقد ما محتاجين احنا للفظها. اه انتو لفظوها. اكوز بالقوغل اعتقد ما اعتقد هي متأكد الصدى بس لفظها ما متأكد ما متأكد من لفظها طيب. المهم. الفكرة هذا ماشين ان هو رح يطم موجه صوتي هاي الحامرة. رح ترتطم بالجسم. ورح يصير لها رح ترجع. احنا طبعا مثل ما اكو يو اس راند يوسر اكو هماتين شي اسمه اه اوسي اسيلوسكوب. خلنا نفهم الاسيلوسكوب شنو معناته. اوكي طيب الاسكوب نعرف كل ما كل اسكوب يعني معناته اكو جهاز اكو فد معناته ذبذبة. كاشف الذبذبات. اوسيلوسكوب جهاز يقوم بكشف الذبذبة. اوكي بكشف الذبذبة. فالموجات هاي الموجات الخضرة الراجعة. اكو هنانا عندي اوسيلوسكوب. اوكي هنانا اوسيلوسكوب سيندر سيندر هو الاسيلوسكوب. اوكي. رح يستقبلها. و بدناها ياخذها يفسرها. اوكي. شون تصر العملية؟ هاي الديستنس الار اللي قاعد يقيسها. طبعا خلنا نشرح جاهزا. اه اللي قاعد يصر شنو. انا قاعد قبط موجة صوتية. قاعد تمشي هاي الموجة الصوتية. انا اقيس الزمن اللي تستغرق هاي الموجة الصوتية حتى توصل اللي هنانا. انا اعرف سرعتها جيد. سرعتها مثلا يعني اعتقد الف وخمسمية متر بالثانية. اوكي. اه هاي سرعتها. الف وخمسمية متر بالثانية. ضربت هذا الجسم ورجعت. اوكي. طبعا انا رح اقيس نصف الزمن. نصف الزمن. انها ضربته ورجعت. فشن معناتها ضربته ورجعت. يعني معناتها قطعة طعف المسافة. فاني اريد نصف هاي المسافة. اللي قطعتها. اوكي. هي نفس الموجة اللي هي راحت ورجعت. اوكي. انا اريد بس مال الروحة. فاستخدم نص. اوكي. نص الزمن المستغرق. من خلال الزمن. من خلال ما عرفتي للزمن. وخلال ما عرفتي للسرعة. اقدر اقيس البعد. اش قد. هاي كل الفكرة. طيب. نجي هسا. اه جينيريش. جينيريشن. البيزو. اليكترك. اه بيزو هماتين صراحة ما متأكد من لفظها نسيت. لانه صراحة هاي المحاضرة على فكرة. اوني اليوم قرأتها. اوكي. اليوم قرأتها. ما شايفها قبل. هاي اول مرة اشوفها اليوم. اه بنفس الوقت اه ما محاضر محاضرة الدكتورة. اوكي. فاعتمدت على نفسي. قرأت وقرأت بالمحاضرة. واعتمدت على نفسي فوقه يعني. حتى اكدر سأكون لكم هذا الشغل. ولكن كل معلومة قاعدة اقولها اني متأكد منهم. اوكي. واحيانا اسأل الدكتورة. يعني على اي معلومة اني ما فاهمها. طيب. اليو اس اه الالتراسون جينيريشن. اوكي. بيزو. اه الكترك. اوكي. هس شغل على اي مبدأ رح اكون الالتراسون. طيب اني افهم تكون الحيوانات. اوكي. والامفراسون مثلا الموجات الصوتية اه تكونها الحيوانات وتسمعها مع دين الحيوانات. اه مثال على يعني هاي استطرات عن الموضوع حتى اربطكم يعني اربط اه يعني اربطكم يا تتمات الموضوع يعني. الاحجار او اه الهزة الارضية من التصير. بالاول يكون اكون تكسر للاحجار وين يعني في بطن الارض. هذا هذا التكسر ينتج موجة صوتية التردد مالتها جدا قليل. اوكي. اثنين ثلاثة هيرتز مثلا. احنا ما نسمعها. اوكي. الحيوانات تسمعها. تسمع الترد. هذا التردد. فتشرط قبل ان يصر الزلزال. احنا ما نسمعها. اوكي. فما نشرط. طبعا احنا طورنا اجهزة. يعني من طورنا صرنا عود نفتهم يعني. طورنا اجهزة اه بانه تكشف الانفراسوند. اوكي. تكشف الانفراسوند اه يعني الموجات الصوت جهة السمعية. فمن خلال هذا قمنا نعرف انه قبل ان يصر الزلزال نعرف. انه راح يصر الزلزال. قبل ايش قد. والله ما ادرسها قبل ايش قد. يعني نقدر نخليل منطقة ولا يصر الزلزال او لا. استخدام هاي الطريقة ما اعرف. طيب. اه بالنسبة للساند الاودبل ساند. احنا اللي ننتجه. احنا ننتج هسه اودبل ساند. طبعا اكو يعني آلات موسيقية مثلا تنجي الاودبل ساند. اودبل ساند. فهذا ينتج هذا يعني من ينتج الانفراء ينتج مثلا مثال على من اللي سويه فهي باطل الارض مثلا. مثال على احنا نسوي احنا نسوى احنا سملنا نحجي هذا تردد ماي بتردد ما اسموه. طيب من اللي نجي. طبعا احنا طورنا اه طورنا جهاز احنا البشر يعني طورنا جهاز من خلاله نقدر نسوي موجات فوق السمعية بتردد عالي. طيب شنو هذا الجهاز? هذا الجهاز اسمه او اه جينيريشن. اوكي? هذا هذا الجهاز. هذا الجهاز شون يشتغل? هذا الجهاز شون يشتغل? طبعا هذا المبدأ اللي يشتغل بجهاز الالترا ساوند حتى يكون لي المبدأ هو المبدأ الفيزيائي اللي يعتمد عليه هو شنو هذا المبدأ? هذا عبارة عن هذا كنتينر كنتينر شنو معناته معناته محدوى. افد سطل. سطل. اوكي? ومو سطل بمعنى الكلمة. خلينا نقول تيوب مصنوع من مواد خاصة. موجود بداخلة كريستل. اوكي? كورسطل معنى تبالاورات كن بي يواس ايض. اوكي تيار او تيار او تيار او شنو معناته هذا مثل ما قلت هذا كنتينر مصنوع من مواد خاصة بداخلها اكو كريستلز كريستلز معناتها باللورات باللورات صغيرة يكون الثكنس مالتها او الدياميتر مالتها جدا قليل هاي اللي باللورات طبعا مصنوعة من مواد خاصة مثل ما قلت هاي اللي باللورات موجودة هاي بكنتينر آن اللي رح اسويه رح امرر تيار كهربائي التيار الكهربائي، كن تيار متناوب لازم طبعا يشوف هنا هاي معلامة التيار متناوب هاي معلامة الثيار المتناوب Πو قال الثحاب UCLA المفروض هيiner اكو علامة خاصة الالترنتف قرنت طيب فالمهم تردد يعني تيار او فولتية متناوبة رح تمر بالاسلاك وتوصل لوين لهذا الجهاز او لهذا الكنتينر اللي رح تسويه شنو هايا التيار طبعا تيار بتردد معين رح يهز شنو يهز دني لكريستلز يهز دني لبلورات رح يهزهم بسرعة عالية جدا اوكي مني يهزهم دني رح يكونن صوت رح يكونن صوت هذا الصوت الموجات مالتا اوكي رح يكونن صوت بسبب اهتزازهم اوكي بسبب يعني انه يضربن وحدة يضربن وحدة باللوخ يضربن الكنتينر المهم يهتزن اوكي يهتزن ويكونن لهذا الصوت هذا الصوت اوكي هو الانفراسون هذا المبدأ بتكوين الانفراسا الالتراساون سوري الالتراساون اسمي البيزو الكترك ودني الكريستلز الموجودات اسميهن بيزو الكترك اوكي هيا كل الفكرة بالموضوع طيب نجي هسا شنو نفهم بعض اه يعني شنو اني اقيس الالتراساون بالنسبة اليه هو من عشرين الف فما فوق او فوق العشرين الف اوكي واحد وعشرين الف مثلا فما فوق طيب اني شنو اقيس شنو اقيس اني شقدر عندي تردد شنو اقرب للشكل الدائري اقرب للشكل الدائري المفروض ما يقول ثكنس المفروض يقول دايميتر اوكي بس هذا حسب الافتراضة انه هي دائرية طيب ممكن تكون مدائرية فلهذا السبب كان قال ثكنس يعني سمو كهش شقدر اوكي فحتى اقيس الفرونسي مالال الصوت اليه طلاع الفرونسي طبعا بالميجا هيرتز اللي هوني كلها اتعامل بالميجا هيرتز اوكي يعني موجود يعني موجود فوق الصوتية فوق السمعية فاكي ترددتها جدا عليها هوني قاعدة اكون ترددات عليها فهو هستتعامل بالميجا هيرتز يعني مليون هيرتز واحد يعني مليون هيرتز. طيب. يساوي تقريبا اثنين على الثكنس مقاس بالمليميتر. فمثلا اه صفر فاسطة اربعة. اوكي يعني معناتها شنو? معناتها اه اربعمائة اه اربعمائة نانوميتر. اوكي صفر فاسطة اربعة مليميتر. اه 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 خمسة ميجا هيرتز. يعني هنانا هاي هسا من اخليها هاي صفر فاسطة اربعة. اهنانا. اوكي? وهي اثنين. اثنين. على صفر فاسطة اربعة. راح تطيني خمسة. اوكي? راح تطيني خمسة. او خمسة مليون. اوكي? بهذا المعنى. لانه هاي راح احو بصفر فاسطة اربعة. احتطينيها يعني مون تحويلة بسيطة. صفر فاسطة اربعة. اثنين اصف فاسطة اربعة نفروض عشرة. اه عشرين على اربعة. تصير خمسة. اوكي? من هاي الناتج يصير خمسة. فتكونت خمسة هيرتز. خمسة ميجا هيرتز. هاي الفكرة بالمنو. بشن انتاج الالتراسوند. اوكي? طيب. بعد اكو شغلة ثانية انا ما قلتها. اللي هي شون استقبل الالتراسوند. نفس الجهاز بالضبط. هو نفسه. اوكي? ش راح يسوي? انا مضيت موجات صوتية بس طبعا يعني هو نفس الجهاز بس افترض يعني مفروض يكون اكو جهاز ترانس يوسر وجهاز ثاني اللي هو مستقبل يعني سندر ومستقبل بس على نفس يعني نفس النمط. اوكي? اهنان اهنان شنو النمط? اهنان راح يجي الالتراسوند. اوكي هاي الموجات الصوتية راح تيجي. تضرب. تضرب هذا الكنتينر. البيزو البيزو الالكترك اوليمنت. راح تضرب هنداني الكريستلز. هماتين راح يهتزن. باهتزازين راح يكون للي الفولتية. هاي الفولتية تعتبر او اه تعتبر الكترك سيجنال. اوكي? بهاي الطريقة. فرح يكشفها الجهاز باعتبارها الكترك سيجنال. هاي الفكرة. فهذا سندر وهذا ريسيفر. هذا اسم اه اه يو اس ترانس يوسر. اوكي? وهذا اسم اه اسيلاسكوب. طيب. البيزو الالكترك اوليمنت. جمع او كم يكشفها الجهاز ويضطيني المعلومات يحوليها يعني بمعنى انه يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة صوتية يضطيها بعدين ترجع الطاقة الصوتية بعد ان ترتطن بالجسم وتأمل ترجع الى هنا ستتحول من طاقة صوتية الى طاقة كهربائية هاي كل الفكرة بالمطبع اوكي ما عدنا بعش شي نقول عن هذا غير هذا طيب طيب اني مثل ما اخذ الى الان هنا نها ما تنقع لازم اخذ الى افهم شنو النقاط اللي تتحكم لي بجودة الصورة حتى اني وقت اريد الصورة بجودة عالية اعرف شنو حصل عليها فلازم افهم الشو تتكون الصورة بجودة عالية حتى يقدر اسيطر على الموضوع طيب اكوستيك هيا معلومة يعني اه كلمة يعني حلو اني نعرف شنو معناتها طيب اكوستيك معناتها صوتي طيب اكوستيك بس بالاخير نضيف اس تصير علم الصوتيات فالعلم اللي يدوس الصوت نسميه اكوستيك طيب 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 شنو معناتها طيب 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 خلي الروح حسة نفهم وحدة وحدة سبيشال رزوليوشن سبيشال معناتها فراغي رزوليوشن معناتها اعتقد كلكم تعرفوه رزوليوشن معناتها دقة الدقة الفراغية طبعا تفسيرها بالعربي ما رح يطيني اي معنى خلق اشوفها تفسيرها كعلم شنو معناتها طيب طبعا هنا يعني صراحة هنا من رح تقروها يعني ما رح تفهمون بالضبط شنو اللي يريده من تقرون هاي انا رح تفهمون اللي يريده شنو قررت هاي فهمتها طيب شنو اللي فهمتها عني سبيشال رزوليوشن هي رمزها دلتا اس مثل الانتروبي هو دلتا اس مهم دلتا اس دلتا اس هاي الدلتا اس هي الاسبيشال رزوليوشن الدلتا اس تساوي تقريبا اللمدة دلتا اس تساوي تقريبا اللمدة وللمدة يساوي السرعة على التردد كل ما زاد التردد كل ما قل اللمدة كل ما زادت السرعة كل ما زاد اللمدة اوكي فهاي الفكرة يعني اوه المفروض كل ما زاد اللمدة كل ما زاد السرعة يعني مهما كنت انا سبطة لي ما بينها الفكرة الثانية اللي اريد شنو كل ما قلل delta s كل ما كانت الصورة اوضح يعني special resolution انا اريدها قليل حتى احصل صورة واضحة هي صفة للصوت الصفة للصوت الضاهر اللي يطالع من الجهاز من انه كل ما كانت هي الصفة هاية تساوي اللمدة تساوي طول الموجه كل ما كانت قليلة كل ما كان الصورة اللي احصل عليها اوضح كل ما كان اللمدة قليل كل ما كان الصورة اللي احصل عليها اوضح كلما كان الفركوانسي كلما كان الفركوانسي كثير كلما حصلت صورة أوضح يجي هنا يفسر لي طيب بالأوديبول ساوند أشرة كيلو هيرتز اللمدة يساوي طبعا شوف السرعة السرعة هنا ألف وخمسمائة واربعين متر الثانية على عشرة أس أربعة هيرتز طبعا واحد على ثانية بالهيرتز بس هنا حتى يختصر تطلع لي بالسنتيميتر فطلع اللمدة صفر فاصلة واحد خمسة أربعة سنتيميتر يعني واحد ونصف مليميتر اللمدة جدا قليلا حسنا لو أريد استخدم الأوديبول ساوند الرزوليوشن جدا قليل لو يمكن حتى ماكو رزوليوشن أسطا طيب أما في حالة الفركوانسي أنا مستخدم عشرة ميجي هيرتز الساوند اللمدة يساوي صفر فاصلة صفر فاصلة واحد خمسة أربعة بمعنى أنه أعتقد الصير المفروض مية وأربعة وخمسين نانوميتر مية وأربعة وخمسين نانوميتر معناتها يعني هذا الرقم المهم المهم أنه اللمدة قل زادت فهنانا عالية عالية جدا هنا يمكن حتى ماكو صورة تتكون صورة هنا طيب قلنا شنو هاي وضحها هاي مهمة كلش مجرد أن تقبلن هاي أعتقد كويش كافي بس يعني هاتا تفهمون تفهموها هذا ما تقبلن الفوق طيب التخفيف طبعا جمع ميديم مفرد ميديم معناتها جمع آآ معناتها آآ أوساط ميديم وسط واحد طيب يخفف الالتروساندي ديوتو 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 رح يصير أكو أوكي آآ فرح يسوي رح يصير يعني رح يصير بسبب وجود رح يمتص النسيج رح يمتص الموجة الصوتية ورح يصير لها طيب خلي نفهم هسه دنيا وشنو معناتها طبعا اهنان يجي مثل ما اخذنا طبعا اهنان يعني سرح تشوفوها مثل ما للأكس راي بالضبط مثل ما للأكس راي طيب الميو الميو اللي هي التنوينشن كو افيشنت تساوي التنوينشن أو المصوربشن كو افيشنت أوكي معامل الإمتصاص المصوربشن كو افيشنت اللي موجود طبعا يختلف باختلاف النسيج اللي انا قاعد اسوي له يعني قاعد اسوي له أميجينج أوكي أجمع هulle يضطيني الأتينواشن كوف город يضطينىها ويضعون هل يضطيني المعادلة ويطلع لي هاية ويطلع نبس هاية ويقولوا طلع لي هاية فهي يعني علاقة رياضية جدا بسيطة انتو اكبر من هذا بكثير طيب كلما كان عالي كلما كان عالي طيب طيب بعض الموجة الصوتية لي تطالع من الجهاز لا اسف هاية نفس نفس موجه بالأكس راي هذا انتنستي ما للموجة الصوتية عرفنا انجم ننقذوا منتقذ او و لو احنا و كنت اضغط على انتقذ الوات او شيء. اه يعني مقسومة على الميتر بوحدات الميتر سكوير طيب. اوكي هاي المين اللي طالع من يعني هاي نفسها. هي هاي. طالع مباشرة اللي طالع من هنا. هي هاي. او مضروبة بالميو عرفنا الاكس شنو? اكس هي نفسها. اوكي اللي هي سمك. سمك النسيج. يعني مثلا قاعد اه يعني اضل يعني الموجات الصوتية قاعد تخترق من الجلد للكبد. يعني المسافة ما بين الكبد والجلد هو الاكس. اوكي? الجسم. اوكي اللي نقعد يعني اسوي فهي المسافة يعني. الدبث. كنا ما نسميها الدبث يعني. الاكس هي الدبث. طيب. اه بعض شنو اللي اريد اعرفه. هذا الدبث. الاكس. الدبث. اوكي? وهاي اه اه امبليتود اوكي يعني امبليتود معناتها مقدار او قيمة. وهذا اه امبليتود انا تقلنا الاي. الاي شنو زيت هاي اقولها. الاي شدة الموجة الصوتية اللي الراجعة. اوكي? اللي هي هاي. هاي. هاي الطالعة وهاي الراجعة بعد انو وصلت رجعت. هاي الاي. هاي الاي نوت. اي نوت يعني اي هاي الصفر يسموها اي نوت. طيب. هاي نسا فهمناها. اه بعد هاي فره كونسي كل ما كان الفره كونسي عالي كل ما كان الاتينواشن شنو? عالي. اوكي? كل ما كان الاتينواشن عالي. فهنان ==== يعني يبلش هنا الحالي الزاد. اوكي؟ التشيو ذبث. اوكي؟ طبعا لا mommy علاقتها بالدبث. اوكي هي علاقتها باليبلة و بس الفكرة انه الاتينيوير كلما كان عالي كلما كان عالي هاي هذا الدياغرام شونو معناته هاد الدياغرام هنا هاي الشدة في الاي نوت تبلش اقوى شيء اقوى شيء هي الاي نوت وكي بعدين تنزل تنزل الشدة كلما كانت كلما كانت كلما كانت الدبث يعني كبير كلما كان ال اكس كبير كلما قلتلا اوكي فهاي الفكرة بالموضوع هذا اللي يقول الدياغرام و داييف Koreans معناتها هذي يسمى و الحجاب الحاجز طيب خلي هسا نفهم هاي خلي روح للرياضيات طيب نفس هاي يعني هاي مع هي نفسها راح نتعامل بياها بس راح تتغير هاي مثل اللي راجع يعني الموجة الراجعة اه اما هزا في او 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 حمان واغي حالة لنحبها كل ش اللي راح تودينا لالن شفتونا طرف بسيطة كانت جدا سهلة. طيب. اه الميو والاكس. الاكس قلنا الدبث والميو هو قلنا الان طبعا احنا اللي نقيسها نسبة. اه تذكرون وقتها انه انا قلت لكم اهنا هاي مون يساوي. وانما تنحطه ايش. اكي? بس وقتها ما فسكت لكم ايش. طيب. اهنا عندي هاي اللي هي الموجة شدة الموجة على اه الموجة بال يعني على الموجة الاصلية شدة الموجة على الموجة الاصلية. اوكي? رح اضربها في مية بالمية رح تطيني شون? رح تطيني نسبة اي. الى اي 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 هاي نسبتها خمسين بالمية وهي نسبتها خمسين بالمية فيطلع التخفيف مية بالمية بس اذا طلعت مثل هنا النسبة هاي هاي النسبة نتيجة هاي نتيجتها ستين بالمية يصير التخفيف اربعين بالمية اوكي فمن يقول معناها التخفيف اربعين بالمية والاي الاي ستين بالمية الاي ستين بالمية من الاي نوت طيب هاي كل الفكرة اللي حبيت اوصلها اوكي هاي طبعا هاي هاي للاكس ري بس اوكي خلنا احذفها طيب هاي للاكس ري بس هاي ملاحظ غايلية طيب اه هاي كل الفكرة خلصنا الاتينويشن طيب هسا هوا رح اروح رح نكمل الرفلكشن ان ترانزميشن طيب البربنديكولر الرفلكشن اورجينيز تو اوكو اوكو معناة اوكو هنا نصفة جدي انها الاشارة الصدى يعني بعد ان صار لها صدى ورجعت اوكي نقدر نقول الرفلكتد اوه شي شي طيب اوه 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 طبعا اوه دقيقة بس نسيت شغلة اللي هي شنو معناته بس طبعا رح نيجي هسا هنا هم نشرح الاسكاترين فهنا رح يفسر طيب اوه 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 طيب طبعا اكتقولون بس انا اللي اعرف ولي متعود عليه بعدها الاسيرفيس مني جدي ما ادري يفترضون انه دائما مني تكون اف اي سي اي افرد تكون فيس يعني يعني طيب هذا اللي انا ادري به بعدين اتأكد نكون موضوع طيب اوه 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 كل ما كان هذا كل ما كان كل ما حصلت على مثل الاكسرين اكسرين مني يصير لها ما احصل على هاي هماتين نفس الحالة كل ما كان كل ما كان طيب طيب اوكي اه 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 طيب هسا خلن نفهم هاذا هاذا شو ما معناتك بعدين حتى نوصل لل اه اه هسا انا اكو سئله جماعة سئله اه عالية اوكي هو يكون جماعة سئله وعالية يعني طيب اه اللي انا اريد اسويه سيشنا اللي اريد اسويه هاذا خلنشوف انا فاتشي اوكي اه اعني انت فاتشي نكون خلنشوف هاذا هاذا حلو طيب اجيت انا هاي الموجة او ما هاي الموجة هاي الموجة طيب اجدت هاي الموجة ضربت اهنان اوكي لو نلاحظ هذا مو بربندكولر هذا اهنان يعني اذا اني هسا مو بربندكولر فاجدت ضربتها اوكي واضطرت شا سوي اضطرت صار لها طبعا صار لها الاعكاس وراحت الهناك ايش راحت اوكي اهنان اللي اريد نقوله شنو طبعا هاخير رجعها شوية اوكي اللي اريد نقوله شنو مع بعضا رجع احتيت لحسا شكلة حل طيب اللي اريد اقوله انه وهاي هنا تريد نرجع هتصر بالضبط طيب هاي ضربت ورجعت من ضربت لانه هذا هذا مسموذ هذا مسموذ رف شنو معنات رف يعني قاسي او يعني معنات انه هيك مخدش يعني هيك هذا يسمو رف اسا يعني مشكلة ماكو يعني قاعد يفسر هذا هيك صغير اوكي السطح مالته طبعا على المولكيولر يعني من اشوفها تحت المجهر يكون رف بهاي الطريقة بي بي هيك شخماش خامط اوكي فمن تجي الموجة خلنا نحسن نودينا هنا احسن من تجي الموجة تضرب هنا اش رح يصير رح يصير رح تروح هايا تجي تضرب وهاي تروح يصيرها فالموجة هذا مثلا هنا اوكي اصف يعني قاعد يضغل بس حتى خلنا نرسل هنا نظر شكل اوضح و احسن انه مهم هذا الشي هذا 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 شكل احلى هذا طيب هذا هذا اوكي اجدت الموجة الصوتية اللي هي هاي انطلعت من نانا راحت بهنانا اوكي يعني لاني مفصولات عن بعض هن هذا منانا يطلع لي وهذا هاي اجدت ضربة اهنانا ورجعت وان رجعت وان راحت اها تهيش اوكي لانه هذا رف اوكي اجدت ضربة انكس ان اكست رجعت له هناك راحت اوكي لانه هذا رف اش صار ما رجعت لل اسيلوسكوب اوكي ما رجعت الى فما سوا له دي تكشون فاني ضربت بس ما رجعت يعني ما ناتها بالنسبة لي وكأنه ما ضربت اصلا اوكي يعني ماكو اي معلومات ما حصلت على اي معلومات هاي باي حالة بحالة ان يكون رف لهذا هنانا اشقاي اللي رف اوكي يعني الصورة هذا هماتين هنانا قاعد يوضحها هنانا ييجي هذا يضرب اوكي توصل لهنانا تضرب هنا وصر الها تروح باتجاه مختلف هاي هماتين قاعد جزء من الموجة جزء من الموجة قاعد ترجع هاي بنفس الاتجاه الجزء راح يروح بمكان ثاني هسا اريد اشوف طيب هذا راح نحذفه شنخلي وهذا هم راح نحذفه اوكي راح نجيب اه سموث سيرفس اللي هو هادا هادا وقعد يصير هادا يتجي تضرب الموجة هنونا وراح ترجع الموجة اوكي رح ترجع الموجة من ضربة مالتها شون رح يصير هماتين مثلها اوكي ترجعت استوى لها طبقا ننزلها شوية. اه اه اتحسسها لانه رجعت. اكو موجه اكو موجه فتحسسها. فهاي الفكرة بالسموث والرفاعة قد يهس جدا هاضحة. شنو ما نطلس كشان قاع يصير. طيب. فاللي يهمني انه يكون بربندكولر. اوكي لازم انا اضرب بشكل بربندكولر حتى يرجع بنفس المكان. اذا ضربت بشكل ما اوكي راح يرجع باتجاه الثاني راح يصير ما راح اكدر اسويلي بالوسيلوسكوب. طيب. اه الان شنو اللي قال هاي الكلمة شنو معناتها? هاي مهمة عفوها. اوكي? الكمبرميزيشن. حسا خلي نفهم انه شنو قصده. اوكي? اه وبعدين نفهم الكمبرميزيشن شنو معناتها? طيب. اه بتوين اه بتوين جود رزيليوشن. طيب لازم اسهو شنو يعني? انا كل ما كان عندي كل ما استخدمت هاي فريكونسي كل ما شنو? كل ما صارت ادي جود رزيليوشن. بس كل ما استخدمت هاي فريكونسي كل ما قل عندي ديب اتني اه بنتريشن. كل ما قل البنتريشن. اوكي? اهنانا هاي فريكونسي. اوكي? معناتها بنتريشن قليلة. يعني مثلا استخدم اه ميت ميت اه ميجا هيرتز. اتنيويج معلتها صفر فاصلة او مصفر فاصلة وانما صفر. اصلا ما تخترق. طيب اما استخدم مثلا اه 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 احناانا خمسة اوكي احناانا خمسة. استخدم خمسة ميجا. اوكي. مالتها اتنين سنتيمتر. استخدم واحد ميجا مالتها عشرة. اوكي سنتيمتر. هم الفكرة? فالفكرة انه انا كل ما استخدمت هاي فريقونسي احصل عالي. يعني المثلا الميت مليون الميت مالتها اعلى شي. بس صفر. ما راح استفاد. ما راح استفاد منها. طيب. ايضا كل ما استخدم كل ما كان شنو. اوكي. طيب بس من استخدم راح يقل. فاني لازم اسوي. اوكي لازم اسوي حساباتي. واقول انه اريد مثلا مثلا انا اريد اصور الكبد. طيب الكبد محتاج من عالي. اوكي محتاج من عالي. بس انا هم اريد فاشوف التردد يعني اسوي للتردد او اسوي انا بحيث معناته شنو معنات انا جاعدة اسوي او كمبرمايزين او كمبرمايز معناته اريد اختار التردد اللي بهذا التردد احصل على اعلى ممكن احصل عليها. وبنفس الوقت اوصل لي يعني الدبث البنتريشني كافيني حتى توصل الموجة للوين للكبد. هاي الفكر بالموضوع فالازم اصبح اreal Elization. طيب. وترك في فيد soup is and feed breakdown in the body frequencies and yeah.ittä اه возможность معناها معناتها مهم يعني معناتها اللي تكشف شوف قلت لكم نسيت معناها ولكن ذكرت انها معناتها تكشف أو تستكشف معناتها تستكشف فهذا قصدي لما قلت لكم باول محاضرة لما قلت لكم دائما رجعوا للنص رجعوا للنص وتذكر الكلمة ودائما الكلمة النص هو يذكركم بالكلمة فهاي طريقة اعتمدوها ومهمة معناتها طفل فاعضاء الطفل تكون صغيرة فهاي كل الفكرة بالموضوع طيب وصلنا صفحة خمسة وبعد عدنا هذا هذا ما راح يخذ لنا وقت انتو راح تقرؤ يعني صراحة لنهما بيشي يعني صعب عليكم وهذا هماتين هما بيشي يعني اللي اللي يريد يعني يقدر يوقف الفيديو ويروح يقرأها الواحدة لانه مصابات يعني اعتقد هسا اللي مرينا بيهن هماتين صراحة جدا سهلات يعني ان استغربت انها انتو يعني مضايقين جدا من الساوند او الساوند اشوفه جدا بسيط بس يمكن انها الفيزيكس فعلا شوية صعبة نصراح لحد الان ما قرأتها فراح اقراها وان شاء الله اشرح ايكم اياها ان شاء الله ان شاء الله مكملين بالنسبة للجماعة اليلول اليوم الاحد امتحاننا هاي محاضرة ان شاء الله باشر ان شاء الله باشر راح تكون اكو محاضرة ثانية ان شاء الله طيب اا 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 طبعا عندي انواع من الالتراساوند انواعه كل نوع ينفعني بشي طيب شنو معناته اول شي عندي الاي مود معناتها وضع معناتها الآن معناتها التكييف موجود مثلا تفتح موجود نستخدم التدفيع وموجود موجود ووضع البارد والوضع الحار فهذه الفكرة بالمود يعني اكو عندي اي مود اكو عندي اكو عندي طيب طبعا ما كلها موجودة بنفس الجهاز اكو اجهزة بها مثلا كذا واكو اجهزة مثلا هذا الاخير ما يعني اه ما موجود بكل الاجهزة يعني بحديث طيب كل شي حديث ما موجودة لنا طيب اكو عندي اكو عندي اكو عندي اكو عندي كل الفكرة اللي اني احصل عليها من عندك هو البعد بس الغواصات اليابانية مو الغواصات الامريكية اعتقد والسفن اليابانية اعتقد السفن اليابانية اللي كانت تسويه شنو كانت ترسل موجات صوتية عدها ترسل موجات صوتية هالموجات الصوتية ترتطن به الغواصة وترجع ترجع منه يتلقفها يتلقفها مالتهم اللي هو يتلقفها يقيس البعد من خلال وترجع يحسب نص الزمن باعتبار انه راحت ورجعت يعني راحت استخدمت زمن اريد بس مال الروحة يعني حتى من كن ما اريد المسافة اريد الازاحة يعني ما اريدها تروح وترجع اريدها بس تروح اريد الوقت اللي استغرقتها حتى بس تروح لذا استخدم نصف الوقت مثل ما شرها قبل شوية بالنهاية ارفوا انه الغواصة تبعد كذا كذا متر عنهم اوكي شي سوون يذبولها قنابل يذبولها قنابل تكون يعني القنابل موقتة فاشقد تستغرق وقت اشقد البعد فيعرفون انه هاي القنابل يعني ما راح تغرق ما راح تغوص راح تستخدم راح تستغرق مثلا حتى تقطع ميت متر مثلا تستغرق اه دقيقة مثلا مثلا دقيقة او ثلاثين ثانية حتى تقطع ميت متر هما يوقتوها ثلاثين ثانية من توصل العمق ميت متر فجرت هاي الفكرة فلي هذا السبب استخدم هاي كل الفكرة طيب فهذا يطيني يطيني بس البعد يقيس لي بس البعد الشون اقيسة لازم يكون ثابت هذا ما يتحرك ثابت يرسل الموجات ترتطم باي سطح وترجع تطيني فكرة عن البعد طيب يعني ماحتاج احركة يبقى ثابت طيب هذا استخدمه حتى يستكشفون استكشفون استخدمه حتى يستكشفون اكو يعني سرطان بالدماغ والآي ديزيز انواء يعني امراض صراحة بالضبط هاي شلون يعني شون انه وان دي واحنا نقدر نشخص هذا المرسل عم معرف بس آآ هو اصلا ما يقاعد حتى معلومة هنا ما راح يسأني على الشي هو قاعد لانه سطر واحد بس طيب آآ سور الكرسي يتحرك البي مود البي مود اللي هو التو دي يطيني تو دي يعني ثنائي الابعاد هذا البي مود شنو البي مود اوكي يعني هذا نفسه هو نفس الفكر هنا ولكن هذا اذا ما احرك يضطيني مجرد البعد مجرد يرتطم ويرجع بينما هذا اذا احرك لهذه النقطة عن هذه هذه النقطة سيطلني أبعاد مختلفة من خلال intuitive بالابد ما سأقوم prima ندفع أن يرتطب late سير سيطلني صورة فأني أحرك على طول الأورغان وطبعاً لازم أميله لأنه أنا شريد أنا هاي الموجة من أريدها تطلع أريدها ترتطم بشكل بربنديكولر على هذا السطح يعني بشكل عمودي على هذا السطح فإذا مثلاً هس أنا هذا خليته بشكل مستوي يعني مثل هذا أو مثل هذا بشكل مستوي شرح يسوي هاي من رح تجي ترتطم شوف هاي شوية مائلة فرح أصير سكاترين بالموضوع أوكي فلهذا أنا أميلها حتى شنو حتى أحصل على الموجات فاي ظل يعني يروح ويجي ظل يعني يفرها كل شوية غير الأنجل مالتها الزاوية يعني كل شوية يجي يسوي هذا من هو اللي يشتغل بالالتراسوند طيب اللي يعني اللي رح يأخذ لي الطبيب بالالتراسوند طيب بعد نقطة آآ الوقت اللي يستغرق حتى يكون لي صورة عن العضو وقت طويل يعني آآ حسب كلام دكتور رائد يقول باليوم الواحد يبلشون من الساعة آآ تسعة دوامه يبلش دوامه يعني المتخصصين بالالتراسوند الشخص اللي متخصص بالالتراسوند يبلش دوامه من التسعة للخمسة كل اللي يسوي يسوي عشر فحوصات بس من التسعة للخمسة بمعنى انه يحتاج وقت طوير حتى يكشف العضو تماماً اوكي فيضل يودي جي بي يعني هاي كل الفكرة اوكي فهذا رح يطيني شنو تودي رح يطيني بلانر رح يطيني صورة ثنائية العبات صورة يعني اوكي اهنا طبعاآ اه بote يعني ما نعطى شنو ان هوني مو كشفت على نفرض انه هذا فتس نفرض انه هذا يعني طفل داخل يعني داخل رحم الام فكشف كشف عن هذا شافه بشكل معين بعد مثلا فت فترة رجع كشف عليه شافه تغير شكله تغير شكله معناته انه شو نقع لي صار النمو يعني طبعا هسا راح نشوف بالمستقبل انه اه من دن درس الامبريوجيا تقدر بسنة ثلاثة عن صراحة درسه بسنة اولاده الرسونية بالسمستر الاول او بالسمستر الاول درسنا الامبريولوجي اه او الامبريولوجي اه لم صعب صراحة مسهل خصوصا لسنة اولى يعني اعتبر صعب مهم فا درسنا وشفنا يعني انه شو نصر التغيرات في مثلا هذا قاسل هي باول اسبوع هذا بثاني اسبوع شاف انه تغيرات القاسر بي طيب الامود نوع الثاني او المود الثاني من الالتراسوند اه مشين طيب اللي توفر ليه الالتراسوند ماشين اللي هو طيب هاي الفكرة هنان شنو الفكرة راح يثبتها هاد هنان راح يثبتها ما راح يحركه اوكي اللي راح يصر شنو راح يرتطن ويرجع يرتطن ويرجع يطيني معلومات بس هاد شو راح يطيني المعلومات مثلا حركة القلب حركة الطفل حركة مثلا الدم الشرايين اي حركة تحصل داخل الجسم هو يكشفها اوكي فاني ما احركة انا ابقي ثابت هو مجرد يكشف يكشف لي الحركة اوكي انا اريد من عنده شنو يطيني صورة وياها حركة شنو معنات معناتها قاعد يطيني فيديو هناك كان يطيني هيا اميج اوكي هيا فيديو هاي كل الفكرة بالموضوع فهي تودي بس فيديو تودي طيب هيا كل ما في الموضوع بس لازم يعني اللي تركه هنا او الفكرة بيه انه اه يعني هو ما بين الاي والبي الاي انه يكون ثابت هاذا يكون ثابت مثل ما هنانا والا والا يعني يعني يشبه البي انه البي يطيني صورة تودي اوكي فالام موض طيني تودي بلاس موشن طيب اما الدي موض اوكي الدي موض يطيني صورة ثري دي بلاس موشن او فور دي يعني هو الموشن يعتبروها بعد فيقولون فور دي طيب الثري دي شنو رح يطيني صورة شوف اهنا هاي الصورة شنو صارة صورة ثري دي اوكي صورة ثلاثية الابعاد قاعد اشوف هذا الرحم اوكي هذا البلاسنتا الحبل السوري هذا الطفل اوكي هاي كل الوضعية قاعد اشوفها وشوف شون قاعد انياء الامة وانياء لها ماتين اا قاعد ومتونس ما شاء الله يخلي الامة اا وبنفس الوقت شنو يطيني ثلاثة الابعاد ويطيني ويا حركة فيصور لي يعني صور لي فيديو اوكي هذا فهاي طبعا احنا كمنا شنو كمنا انواع او خلنقول الطرق او او الموت اللي طيب مثل ما قلنا ان هذا التبريد يطيني اا ويطيني كولد موت هذا يطيني اي موت يقيس لي البعد بس هذا يطيني هنا بي موت يقيس لي اا صورة يطيني صورة تو دي هذا يقيس للام موت يطيني صورة تو دي وياها موشن يعني فيلم يطيني يعني فيديو اا موفي طيب اما الدي موشن الدي موت سوري يطيني ثري دي وياها موت يطيني ثري دي وياها موشن او فور دي نسميها معناتها اهمية 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 يعني اذا امبورتنس نقدر نقول او كمية الانتنسي يعني او كمية الانتنسي يعني اه طيب اه نو هارم فول اه نو هارم فول نو هارم فول افكتس سوري ار اه ابزارف مثل جهاز السونار تكون الطاقة مالتا اه صفر فاسطة صفر واحد اه مو قاعدة تتسوي اي اذى مجرد قاعدة تطيني طيب اما اللي هي واحد هاي اللي راح تطينيها شنو راح تطيني هيت اوكي يعني الاعضاء الداخلية ما للجسم اوكي اش راح يصير بها راح يصير بها تزداد حراراتها هاي الكلمة معناتها العلاج باستخدام الحرارة اوكي هاي كل الفكرة اوكي هاي كل اللي قاعي يصير يعني هاي لما تزداد الطاقش راح يسوي لانه الموجات الصفتي راح ترتطم راح تحرك راح تحرك فالحرك راح توليدي حرارة حركة جزيئات النسيج راح تحرك لي فهيصير داية ثعمي طيب من واحد الى عشرة هاي اللي راح تسويه شنو شنو معناتها انه اذا كانت القوة من واحد الى عشرة من واحد الى عشرة اه يعني اللي راح يصير راح تحرك الجزيئات راح تسوي مساج ولكن المساج على على مستوى النسيج راح تحرك النسيج اوكي وراح تسوي مساج هاذ المساج شنو فائدة مثلا ممكن تحرك تسوي حركة للمكونات اوكي مثلا هذا النسيج من قاعد تحرك هاي او الميكرو مساج مثلا قاعد يتحرك السائل بداخل سائل المعين قاعد يتحرك قاعد احرك السائل الموجود بداخله او مثلا قاعد احرك عناصر صعبة الحركة فاحركها بها الطريقة اوكي فهاي الفائدة منها اما مثلا اللي يكون خمسة وثلاثين اوكي يكون شنو اوكي ش رح يسبب رح يمزق رح يكسر رح يأذي النسيج رح يبدي يأذي يبدي يصير حارفل اوكي ولكن شنو يعني بس الجلد اوكي رح يأذي الجلد بهاي الحالة يعني هذا التأثير طبعا هنا معناه التأثير الفيزيائي التأثير الفيزيولوجيكو التأثير الوظيفي باستخدام الالتراساند بالثرابي هنا نقدنا هذا نستخدم هذا نستخدم بانه نستخدم علاج علاج حراري هذا هنا نستخدم بالمايكرو مايكرو مساج اوكي هذا استخدامه اوكي طيب هذا هاي كل الفكرة طبعا مفرد اخلي لهم طيب اما الحالة الاخيرة اه هنا قلنا انه تمزقت سبب التأثير مزق اوكي تبدي تكسر اوكي رح تكسر اذا اكو مثلا مواد مضرة بالجسم اوكي رح تبدي تكسرها اوكي او اذا اكو خلايا مضرة رح تبدي تكسرها وتبدي تدمرها ليش رح تأثر على الدي اناي رح تكسر الدي اناي اوكي طيب طيب اما الاخيرة الطاقة اللي طاقتها الف كيلو اه طاقتها كيلو دباليو بير سنتيمتر سكوير اه هنا اه اه يعني معناه انه احنا رح نبدي نكسرها اوكي باستخدام الالتراساند بين باستخدام الاشعاء او يعني الحزمة الالتراساند يعني مثل شنو مثلا هال مستخدام الحصة على ما اعتقد صراح بعدي ما مدارس العملية اه اذني الحصة نستخدم احنا التراساند تكون الموجة الطاقة ملتها عالية فراح تفتت الحصة داخل داخل الجسم اوكي فهاي كل الفكرة بالموضوع هاي كل استخدامات يعني كل كل طاقة الى استخدامها الخاص اوكي يعني كل ما استخدام الى استخدامها كل الى استخدامها الخاص بالتراساند طبعا مثل ما قلت لكم انه هذا مو الفيديو الكامل الفيديو الاساسي حتى تبقون الرابط ما تأسفل بالتسكريبشن ولا تنسوا اللايك وشار وسبسكرايب واشتركوا اكو قناة تليجرام جواد بدون تشتركوا بها بالتسكريبشن بوصف الفيديو بدون تشتركوا بها انشر بها المعلومات اللي تكون بشكل سريع يعني مو الا اسوي عليها فيديو وينتظر الفيديو يمكن يمدد يومين او ثلاثة يلا ينشر فالمعلومات تكون سريعة ويعني غالبا انه المعلومات تكون وقت الامتحانات يش لما ما يكون عندي وقت فانشر على قناة التليجرام ان شاء الله اشياء تعجبكم دائما سواء كان بقناة اليوتيوب والقناة التليجرام فاشتركوا بقناة تليجرام حتى يوصلكم كل جديد سريع نلتقي بفيديو اخر